اشتركوا في القناة دخلوا الحكومة ووزراء اخرين غادروا الحكومة الوزراء العامة الوزارات العامة بحل وزارة الخارجية الداخلية الأوقاف الى اخير يبقى هما هما ولكن دخلوا بعض تعديلات بحل مثلا هد الوزير الشطاح اللي شناف وداروا حضجة كبيرة دبروا ولا كاتب عام كتعني انه ولا وزير ديل السياحة بطبيعة الحالة جانتشوفوه الوزير الشطاح كنظن انه بهذه الشطاحة ديله قدر ينفع السياحة المهم هد الوزير الشطاح الاخواني واخواتي هد الوقت اللي كان كيشطاح فيه ركنت وقع فيضانات طاطعو اللي ادت بمقتل خمستاشر من المواطنين مع كامل الاسف نحسبهم شهداء مهم هو هد الوزير الشطاح كما كتشوفوه اخواني واخواتي هدي اخواني اعطاوه فقط بعض تفاصيل بخصوص هد الوزراء الجداد مهم هد الوزير الاول الوزير التاني وهو واحد الوزير اخواني واخواتي هد الوزير كان كيخدم عند زوجة اخ النوش هو اللي غديشد وزارة الصحة من بعد ممشى الوزير ايت الطالب خلد ايت الطالب اللي كان بروفيسور ديال الطيب وايضا ملم وكان هو المدير ديال مستشفى الحسن الثاني مستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس فانسان اللي ملم بما يقع في وزارة الصحة بطبيعة الحال وبروفيسور كتعني انه طبيب وايضا معلم كيعلم الاطباء بروفيسور اه كنشوفوا بان وزارة الصحة مفاجأة تعديل حكومي محمد التهراوي اللي شد وزارة الصحة بلاست ايت الطالب اجا من مجال التجارة والاعمال هد سيد مع دوتاشي علاقة مع الطب كان نائب رئيس تنفيذي لمجموعة اكسال المملكة لزوجة رئيس الحكومة سلوى اخ النوش بحل دب اخ النوش كيجيب غير فقط لخدامين معاه في الديوان وكان رئيس لشركة امازين المتخصصة في تطوير المراكز التجارية التابعة للمجموعة المذكورة وتسويقها كيف كتعرفوا ان زوجة اخ النوش الاختصاص ديالها هما هدوك لسنتر كوميرسيال بحل مروكومول وغيرهم من المراكز التجارية هواد سيد ركان خدام معه دبولاشد وزير الصحة ولكم تعليق بطبيعة الحالة ودوز التهراوي الاسم ديرو التهراوي الوزير التهراوي سابقا منصب مدير ديوان وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات في عهد اخ النوش مهم هو هذا سيد تهراوي كنتمنى ولهم حض سعيد بطبيعة الحال وانهم يخدموا مصالح الشعب هدي اعادتاني تعديل اخر اخواني واخواتي وهو الوزير اللي كان ديرو حد ضجة كبيرة هاد الوزير ديال التعليم العالي واللي بسبابه كان وحد المشكل ديال الطب حاليا طلب الطب وقد ديرو اضرابات وهذاك شي خرج عن السيطرة وكان وحد تدخل امني الى اخره وكان وحد سنة دراسية انهم بغوا يقلصوا لهم من سنوات وكان وحد مشكل كبير وانه ما تدخلش بوحد شكل كافي ولا حاول انه يتفاهم ولا يتفاوض مع هادوك الطلبة باش يلقى وحد الحلول ناجعة باش حتى هادوك الوليدات ما يضيعوش وتو حد ما يضيع من الجانب ديالهم فهدا هو التعديل الجديد جا ليدا المالك هدا ما بقاش وزير والله بلاستو هاد الوزير الاخر لي طلبة الطب من ناحية من النشاط اشك يقولوك يقولو طلب الطب الشعارة اللي كانوا على الميراوي خاص يتبدلوا بالاسم الجديد بطبيعة الحال هادو ووزير التعليم العالي وكنتمنى انه يدير يقوم بوحد العمال جيد ويحل المشاكل ديال هاد طلبة الطب لان انا مش عاي ضيعوه في السنوات ديال الدراسة ديالهم طبيعة الحال ما خصش يكونوا حد المناكفة خاص المصالح ديال طلبة وايضا مصالح المواطنين ونخرجوا حد طلبة او حد الاطباء اللي يكونوا في المستوى باش يعالجوا المغاربة وما بقاش وزير الفلاحة وتعوض بهد الوزير كنظن هذا من احسن الاختيارات والله اعلم بقين ما عارفينش اشنو ولكن المنصب اللي فيه هو واحد المنصب اللي جيد جدا وهو واقي اعتمد على الماء وهو اللي لفو صاحب الجلالة باش يدير وحد الربط بين واد سبو وواد ابي رقرق وهاد الشيارة مهم جدا بالنسبة للماء لان كيف كتعرفو هاد سنوات الجافاف لعرفات المغرب را كانت مدمرة جدا بالنسبة للفلاحة ورا كتشوفو ان كل شي غلاة اه اللحم غلات الخضار غلات الفواكه كل شي غالي والله يا حد السلامة وصف الله حضر سلامة احمد البواري لجنبلاست الصديقي في وزارة الفلاحة رهما شي شي وجه جديد ولا بعيد على الموضوع خونة كان هو المدير الري واعداد المجال الفلاحي عفوا وهو اللي كان مسؤول على مشروع ربط حوضي سبوء وابيرقراق الواضح ان الحكومة متجهة بشكل كبير نحو موضوع الماء ثم الماء كانت منولي التوفيق في الخدمة دياله لان صديقي الوزير صديقي كانوا عليه وزير الفلاحة السابق كانوا عليه عدة تساؤلات وانه مقدرش يوفر انه ينقص من اتمين دياللحوم ديالجاج وحاول يلقاء حلول ناجعة باش الكسابة دبالكسابة شنو واقع بالنسبة اللحم الكسابة ما عياه وصف ما بقاش قادرين العلف غالي بزاف الاشياء ولكن كينا شي صمصارة كينا شي حاجة اللي غير منطقية علش للحم ولا مية وعشر درهم مية وعشرين درهم وأصبح قاش في المستوى مقدرش الانسان مواطن عادي مقدرش يقدر يشري كيلو ديال الحم كيلو ديال الحم غادي يجي غالي بزاف ولا حول ولا قوتة إلا بالله بطبيعة الحال الناس الميسورين راب صحتهم رأي كل كل شي قدره كل شي متوفر لي ولكن الناس الفقارة رامسا كناشا غادي شرع عشر الدرهم ديال الحم لا حول ولا قوتة إلا بالله وقاس هاد الوزير الجديد يديرو حد يقوم حد طورة من أجل الأعلاف ويعودوا عاون الكسابة عاون الكسابة اللي كيجي اللي كيكسبوه ويحاولوا يلقوا اللي محلول ناجعة من أجل الأعلاف هذا هو أهم شي لأن الأعلاف كما كيقولون النشاطات يقولوا بأن الأعلاف تمان ديالة محدد وواضح ولكن هاد الزيادات منين كتجي هشنو واقع واش كيني اللوبيات كين هشنو اللي كيني اللي وقعنا الحم ولا مية عشرين درهم دجاج كذلك ومثال أي مواد سهلاكية اللي ولت كانت بوحد ثمان صبحات من ضوبلة فخاصش واحد يخرج ويتكلم ويدل الله يقوم بهذا العمال نشوفه الناشطة ميساء هشنو كتقول على هالتعديل الحكومي الجديد اللي بالنسبة الناس كانوا تفاجأوا فيه كانوا كيتمنوا أن وزارات كبار يتحيدوا بحال الوزير الأول أنه خنوش يحيد وجو بلاسه شخص آخر اللي قادر يخدم البلاد وإلى آخير يفرقوا بأنه فقط واحد الوزارات اللي على رؤوس الأصابع وماللي تبدله ونشوفه عشنو كتقول على هادشي بطبيعة الحال نوج ربحتي ومتصرتي وصير حتفل هادليلا بالشامباني ربحتي نحن الناس اللي كنا دايرين عليك المقاطعة وطلعت رئيس الحكومة وربحتين وربحتين الناس اللي كاي عارضوك وكينتقدوك وبقيت رئيس الحكومة وربحتين قاع لبخوفي الإيكونوميك لجريتي عليهم وصفتيهم بحالهم صفتي بن شعبون بحالو صفتي ملاحفيد بحالو صفتي دريس القراوي بحالو اللي خرج العقوبة على شاركتك وصفتي حمد ريض الشامي حيث ينتقدوك وصفتي الحليمي وصفتي بن موسى وصفتي محسين الجازولي حيث لا يرجع لك شو يتملق لك وصفتي حتى عبدالطف الجواري حيث ينتقدوك وكيدرونجيك وبقيت غير انت بوحدك وحبتي حبابك وصحابك وصاحبك يبيع المصاصات وصفتي هذا وزير التعليم وصفتي واحد من ديون المراتك وصفتي وزير الصحة وصفتي داك الفليلس اللي يدير لك الجامعة الصيفية الحزب ودرت يهكاتي بدولة وجبتي صاحبك وافأ جمالي ودرتها على رأس وكل الدعم الاجتماعي الماليك عيوح لاعينا وطبور دينا مع رأسك البلاد ديانك تحتكو برحي المهم الناشطة ميس الناجي كد قول بأنه حيد اخ النوج مش حيد جميع الناس اللي كان معارضي اللي في بحال في الإدارات إدارات ولا المندوبيات بحال الحليمي بحال الشامي بحال أي واحد هادك اللي دار علي عقوبة على الشركة ديال المحروقات إلى آخره فكلهم هادو حيدهم هادو الرؤوس الكبيرة ديال المندوبيات وما اللي كيعطوه التقارير إلى صاحب الجلالة وأيضا كيعطوه التقارير اللي مهمة كلهم حيدهم لأنهم كانوا معارضين لي وجاب فقط صحابه وجاب فقط اللي خدامين مع الشركات دياله فقط باش يديروا حد سلطة ياخد هو السلطة كاملة دابا حاليا أخنوه شرا كيت بورد كما قالت ناشطة سلام الناجي كتقول ميسا ناشطة ميسا أش كتقول كتقول بأنه كيت بورد لأن ناخد كل شي كل شي زمام الأمور أراخدام قلي فقط مدير البنك ديال المغرب وهو سلج واهري واللي بقي له ومع كامل أسف ولا حول ولا قتيل بلمهم هادو كان فقط وحد التوضيح بخصوص هادو التعديل الحكومي الجديد شكرا على حسن الاستماع والإصغاء إلى اللقاء في فيديو القادمة إن شاء الله